هنا من منطقة مشروع بيت لاهية مجزرة جديدة بحق سكان هذه المنطقة التي سوية منازلها بالأرض بعد صاروخ حربي دمر هذه المنازل ما زالت جهود المواطنين تستمر في محاولة انتشال منهم تحت أنقاض هذا المنزل هذا المربع السكن الذي تم استهدافه بهذا الصاروخ الحربي دمر عددا من المنازل المتلاصقة بيوت من الأسبست وكذلك بيوت من الباطون تم تسويتها وتدميرها بشكل كامل وهنا أشلاء أحد الأشخاص الذين يحاول المواطنون انتشالهم هنا في هذه اللحظات طواقم الدفاع المدينة لا تستطيع التعاون مع كل هذه الاستهدافات المتكررة في مناطق شمال قطاع غزة حيث الآن في منطقة معسكر جبالي يوجد أيضا استهداف آخر تتوزع فيه الطواقم الإسعافية الآن هنا انتشال أيضا طفل صغير من تحت أنقاض هذا المنزل والله إذا كنت في المستشفى بقى بسعب في الناس قاعد أنا إجي لقيت ضربة هنا حزم ناري رجعت لقيت بيتي اللي ضارت مضروب لقيت ضربة ويد عمبي برضو كرايحين هايهم في الحزم الناري ودار صالحة ودار السلاوي ودار الحاو كلهم حوالين بعض إحنا واولادي هاي بتحت ولادي هايهم الزنب مونادي أنا الزنب موضولة طفالة طولة صغيرة طولة الزنب يا الله حصبر الله الوكيل يا شيخ على كل صارب بس الآن يحاول المواطنون انتشال منهم تحت أنقاض هذا المنزل هذه المنطقة هي منطقة بيوت متراسقة جنبا إلى جنب هناك ناجين تحت أنقاض هذا المنزل حاولوا انتشال منهم تحت أنقاض أنقاض هنا أوضاع صعبة يعيشهم من المواطنون في موسيقة جبالية بعد استهدافات متكرمة من صباح هذا اليوم في هذا المربع السكني الكثير من الاستهدافات منذ صباح هذا اليوم قالت معسكر جبالية لم يكن آخرها هذا الاستهداف لهذا المربع السكني الذي دمر وسوية بالأرض بفعل صاروخ حربي انتشل الكثير من الأشخاص من تحت أنقاض هذا المنزل وما زال الكثيرون تحت أنقاض عبدالقادر صباح بقناتين العربية والحدث من شمال قطاع غزة